اشتركوا في القناة 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 سوف تنعمل بهذه الطريقة. هلأ هون هيدا الدقن رسمين ليها رسم. هلأ راح نشوف الدقن كيف منركبها. هون رسمين ليها رسم هون الدقن. هي والحواجب طبعا. الحواجب ضدنا. مزبوط. العيون شو عملنا فيهم. العيون غمضني العيون شوي صغير. كيف يعني. كمانا في بروداك في بروداك بنحط يعني. يعني إذا ما نفوت بديتيتيات يعني بنا نفرج الماتيري اللي قدامنا. نعم. ففي بروداك كمان بنحط على الوجه هيك بديك تزغري أو بديك تجعد كمان أو بديك تكبر العين. كل شغلي وإلى البروداك تبعا. خلينا نتابع مع شخصية ستراك. هون مزبوط. هيدا شخصية ستراك كنا عم نعملها إياها. مثل ما عم نشوف هوني حطين البولتكاب بالأول. بعد ما لونناها. وعم نحط لها الشعر هلأ. شعر أكيد بيتقصن. بس ما بيبين ولا أي فوليوم تحت الشعر. هيدا يلي كتير بيغش يعني. مية بالمية. مثل ما عم بتقول. ممكن هيدا هي التكنيك. ما لازم يبين. فيه تكنيك. هون هيك الفاني اللوك هوني. مثل ما شفنا هوني يعني مرسوم يعني فيه الصلعة هوني فيه شعر فوقهم. ما بيين شعره. شعره ما لازم بيين أصلا. وكمان شغلين على الوجه هوني. وعلى الحواجب. وعلى الديطايات يعني الريد اللي كان عنده ياهون. والعيون كمان كان عنده شوية عيوني محمدين أشطين. كمان اشتغلنا عليهم هولي. والريد بين المقار وعلى الشفاف. وتحت العيون كمان. والباقي كان بالتمثيل. أكيد. 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 شو اللي بيكون صعب بهيك ميك أب. هل انه تلاقي البروداكت. هل انه تقدر يساعدوك الفنانين بالجريماز تبع وجه. هلأ البروداكت موجودين. هلأ منلاقي الصعوبة إذا مثلا الكاركتير بلا نعمله. ما بيتطابق مزبوط على الفناني. مزبوط. هذا منلاقي صعوبة فيه. يعني فورم الوج. إذا وجه ضعيف. إذا وجه ناصح. مزبوط. كفورم وجه أكيد. بيكتشوف كمان حدا يلق مثلا بستراك كتير لبقلة. عن جد لأنه كان ستراك كان شوية معبة. كان شوية ناصح وجه مليان. فليليان كمانا نفس الشي. ومصاري يعني برمة الوج كتير بتشبه. مزبوط. أنه هون مبين الوج مش كتير مبروم برم. شوية هيك جاي على. لأنه طوالني لها شوية راسها. يعني السلعة بس ركبنيها طوالني لها شوية. عالينيها شوية. مشان هيك كمانا بنلحق الديطايات الصغيرة. يعني كريات الصغيرة ببيني. أنا بدي أقول أنه كمانا رامي نحنا كمان مرة اشتغلنا سوا بإفنت كتير حلو. لهالوين. وقدرت تعمل كمان صور. كان لايف كمانا. كان لايف. كنت عم تعمل لايف ميك أب بإفنت. يعني بيبلش الشخص شي بيخلص حدا تاني. مزبوط. ما منقدر نقفر أبدا أبدا. وبوقت كتير قليل يعني كمانا قوة. كان في كتير عالم بوقتها. صح. بذكر كان في كتير عالم وكان في كتير ضغط. بس مع هيدا وكله كان في شغل كتير على التفاصيل يعني. أكيد. يلي أنت فعلا بتشدد عليه. أكيد. خلينا نتابع مع نادي أبو شبكي. نادي. مش معقول هالكاركتير. وكمان نادي ونصعد بي. عن جد كمانا نادي. نحنا وعم نعمل له الكاركتير كتير تدحكنا. يعني قبل ما يخلص يعني كتير تدحكنا. إنه أخذ شوي وقت معنا. نعم. قل ما شفنا بنا هنا. كمان أشتغلنا وعالرياس وعالشعرات وعالمن خار. قل ما عمشو بروفي هون نادي من خارو. فترينا. نقبر له من خارو كي. سيمون. وحتى الشعراتي. والشمية Folkérie أجل.: والشمية يعني هو من الأساس الصغيرة اللي자� Abdullah Yung flower. سنان غيرته في هون شي؟ أو بيّن كأنه مغيّرين؟ حتى بيدحكته هو كان عم يضحك مثله عم بيشد على سنانه كمانا نادي ساعدنا كمالتا ينجح الكاركتير نعم وحتى تياب كمانا يمكن هون كمان تقدر تدخل انت كميك أب أرتست بكل اللوك إنه أكيد أكيد فيه أنصحه أكيد كتياب كشعر لحظة هون يشو عم نشوف؟ هون كمانا نادي هون كان طالع بشخصية مايك فغالي هيدا الدقن قلتلك عنا أنه هوني كلوقتها ليليان مصاري كنا رسمين ليها هون كنا مراكمين له دقن هي شعرة شعرة بتجيه مش دقن كاملة هيدا منقود منركبه ومنقصها بعدين لتطلع نفس الشي نعم لكن هون عم نشوف طريقة العمل ويلي هي طريقة عمل فعلا دقيقة جدا جدا وأنا بدي أقول شغلة رامي يعني هون مش مهم نجيب البروداكت هون مهم يكون عنا النظرة أكيد لون البشرة مش معوش مش عم بقدر ركز قد ما بيضحكوا الصور أنه بيضحكوا بمعنى أنه مش معوش وناجحين يعني وانا ممكن نقدر نعرف أنه هون هيدا نادي بي مايك فغالي نعم 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 بدأي لك يعطيك العافية رامي نحنا رحم نضطر ننهي الحلقة هوني ما نشوفكم بكرة باي باي بيضحكوا 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 بيضحك